السلام عليكم أنا محمد غنايم لا تقبل أبدا لنفسك أن يقال لها فاشل فأنت لست كذلك فلا يعني أنك لم تنجح في أمر ما أو أنك خسرت شيئا ما أن تسمح لنفسك أن يقال لها فاشل فأنت لست كذلك فهذا لفظ بحد ذاته كئيب وحزين ولا يأتي منه سوى السلبية فأنت لست كذلك ففي عدم نجاحك في أي شيء زواج أو دراسة أو عمل أو أي تجربة كانت هو نجاح بحد ذاته وخبرة لم يكسبها غيرك من الذين وفقوا من أول محاولة الفشل يا صديقي تجربة كلنا نمر بها في مجالات حياتنا فالفشل يعني أنك حاولت وجربت وملكت قدرة المواجهة التي فقدها الكثيرين مادمت تحاول وتقاوم فأنت ناجح ومادمت تملك ذلك الشعور الداخلي بأنك لست بفاشل فأنت لست بفاشل يا صديقي مياه البحار والمحيطات كلها لا تستطيع إغراق قارب صغير ما لم تتسرب إليه المياه فلا تسمح لتلك الكلمة أن تتسرب إلى داخلك ولا تسمح لأي إنسان كان من يكون أن يستهزئ بك أو ينقص منك أو يسرب لك ما يحويه وعاؤه من الفشل فأنت لست بفاشل تأكد أن هدفك في الحياة إرضاء الله لا إرضاء الناس فعش حياتك في ذلك المضمون ولا تهتم لما يقال أو قيل فيك ولا تقلل من نفسك وثق بها فأنت لست بفاشل فكل شخص يرى العالم بمنظوره فالجاهل يرى العالم كله جاهل فعندما تسأل أحدهم أن يقرأ لك ورقا ما لأنك نسيت نظارتك ويخبرك ذلك الشخص أنه لا يقرأ ولا يكتب مثلك ولا يعلم أنك تقرأ وتكتب فقط نسيت نظارتك فذلك الشخص رآك بمنظوره وبحاله واعتقد أنك جاهل مثله فعندما ترى نفسك ناجحا فأنت كذلك حتى لو كانت المعطيات الحالية أمامك عكس ذلك فالنجاح يا صديقي ليس قم نصل لها كما يهيأ لبعضنا بل هو طريق نمضي عليه فليس صحيح مصطلح الوصول للنجاح بل الأصح السير على النجاح وما يحويه ذلك الطريق من عثارات كلنا نمر بها فإذا سألت أكثر الأشخاص سيرا على طريق النجاح عن سرهم في ذلك سيخبرون كأن تبتعد عن الذين لا يؤمنون بمصطلح السير على النجاح أي تبتعد عن المحبطين الذين لا يؤمنون بأن الفشل من طريق النجاح فلا يعيبك أنك لم توفق في دراستك أو أنك لم توفق في عملك فنحن بشر من أهم صفاتنا الخطأ بل يعيبك إذا استسلمت أو قبلت ذلك الفشل وتأكد وتأكد أن ما تمر به من عدم موفقية في مجالات حياتك هو تقدير رباني لك يعلم الله أنك ستتخطأ ألم يقول الله تعالى في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولك الاختيار هنا إما أن تقبل وتستسلم لفشلك أو تستمر في المحاولة لأنك تعلم أن الله لن يكلفك بشيء خارج قدرتك وتمتم في أمل الله ترجمة نانسي قنقر